لا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل تراوح مكانها رغم تصريحات وزيارات متبادلة ورغم وساطات دولية لم تثمر أي تقدم يذكر في سبيل رأب الصدع وإنهاء معاناة المواطنين في كردستان العراق جراء وقف صرف رواتب الموظفين هناك من قبل حكومة العبادي التي تفرض كذلك حضرا للطيران الدولي على مطارات أربيل ودهوك والسليمانية مجلس النواب في بغداد أقرت نتائي عشرة مادة في مشروع قانون الموازنة في ظل مقاطعة النواب الأكراد احتجاجا على تخفيض حصة كردستان من 17% من الموازنة العامة إلى 12.6% فقط نائب رئيس البرلمان أرام الشيخ محمد شددا من جانبه على ضرورة وقف ما وصفه بتهميش الأكراد في العراق مؤكدا أن هناك خلافات دستورية بشأن قانون الموازنة وكان من المقرر عقد اجتماع لهيئة الرئاسات الثلاث من أجل وضع الحلول بشأن تلك الخلافات ورغم اتفاق المسؤولين في كل من بغداد وأربيل على استئناف تصدير النفط من حقول كردستان العراق إلا أن مشكلة صرف رواتب الموظفين هناك تظل معلقة رغم وعود حكومية بحل قريب لأزمة موظفي الصحة والتربية في حين تتواصل المناقشة بين النواب الأكراد من أجل اتخاذ موقف موحد بشأن تلك الأزمة وكذا مشكلة عدم صرف رواتب البشمرقة الأمر الذي يعقد الأمور بين بغداد وأربيل ويفاقم معاناة المواطنين في كردستان العراق بل وربما يخلف أزمات أشد وأعمق داخل المجتمع الكردي ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية يبدو أن أزمة كردستان العراق تحولت إلى ورقة انتخابية يلعب بهذلك الطرف أو ذاك بغية تحصيل أكبر قدر من المكاسب السياسية ولو على حساب المواطنين العراقيين واستمرار معاناتهم ترجمة نانسي قنقر